اشتركوا في القناة ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريف لا ولا شيء قبل ولا شيء باضي قديم بالابتداء دائم بالأدنا ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله أعصان الله تعالى بالهدى وذيب العهده ليظهره مدين كله ولو كيها الكافرون اللهم فصل بمسلم وبارك على هذا النبي نمين وعلى ساداتنا أهل بيتهم طيبين الطاهرين ورضي الله صحابته المحسنين المخلصين المتقين وعن أمامهم وبهم ولهم برحمتك يا أرهن الرعيمين يا عمال الله اتق الله خطك بطاعتك ولا تنظم إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتق الله لقول قولا صديدا يجلل لكم عمركم ويذكر لكمكم بكم ومن يؤتر الله ورسولك حضر فرز ورحمه اتق الله عن مما أمر وانتما ما نهانك وزجر حتى الظهر اليه وانتما ما نهانك وزجر واتفنا نتوقع النظر ونحن نتوقع العنوة سنتوقع النهارة رمضان واتفنا نظر وانتنا أنه م daran بين وبين جميع درنا اتق الله و المسجم أرام وانتنا رسول الله صلى الله و صلى الله المترجم للقناة 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 لأنه عندما نفت نفتح لك فاعلنا لك الله لأنه فقط يعلم فقط ما نشعر عندما نفتح من التجاه من شيء نا نفتح من شيء نظر من كما أمام إبن الرجل يقول لأحي مؤلاء كل طريق مختلفة كل طريق مختلفة تأتي ويصبحوا نظر وهم منذ ون أفتح من ذلك ونظر من أشخاص من شكرا أخرى يمكنك أن يكون في هذا المطلقة وفي هذا المطلقة يبدو أن المسلم أن يقول أنه في هذا المطلقة هذه الفيديوات تتحدث إلى إلى سبيل المطلقة إذا لم يكن في هذا المطلقة يمكن أن يكون هو الواضع لأنهم يكونوا بالفعل أقول لكم بأسكتب أنهم لديهم أفضل في الأخر المطلقة لأنه يجب أن يكون مفيداً لديه حرار ، يجب أن تشعر الشهر على حقه ، كما أنه يكون مفيداً لدىه. حتى ولكننا لدينا الضوء ما يتعرض المصر ، لأنه يتقوم بالإشراعه . المنتهة التي تتبلغ من المنتهة المنتهات الجثمية الأكثر قريبا تتعلم أنه أنه سنفذت للصول على الله وأن الله تعليمه عن هذا الآخر الشيطان التعليم فقط الله تعليمه عنه المنتهة لقيمها أيضًا أبيان أبان الله تعليم من المانسي من المنتهة عن مجتمع لشيئ مثل ومض merch هو المنطقة من 10 عم إلى 700 عم ومن ثم يتعلمون بشكل محل ومن ثم يتعلمون بشكل محل لأنه يتعلمون بشكل محل ويسيبون من حديث كل عمل إليه يدعره كل عمل إليه يدعره كل عمل إليه يدعره إلى سبع مئة ضعفه قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه ليه وأنا أجزليني أي أنه يدعره كل عمل إليه يدعره من 10 عم إلى 700 عم وله يقول إنه يدعره يدعره مني ويطعه مني يدعره مني إنه يدعره مني في مختلف من عم إنه يدعره من الله which has no limit which is also confirmed by the ayah إنما يففصوا بيرونا عجمال بيليه يدعره which means those who are patient will receive a reward without a measure and what is fasting if it's not being patient as it's confirmed by the hadith إنما صومة بيليه يدعره the fasting is the heart of patients and the third explanation that the fasting is a type of reward or is a type of worship which is most beloved and the most preferred by Allah subhanahu wa ta'ala and this is the position which is chosen by great malik scholar Ibn al-Dubbar and it is based on the hadith which means which means you must fast indeed fasting there is nothing similar to this these are just few of the explanation of the hadith but from them from these few explanations it is clear the importance and the significance of fasting and Allah also says in the Quran stressing the importance of fasting يَا أَيُّهَا مَدِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ السَّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَّذِينَ مُقَبْلِكُمُ لَا أَيْكُمُ تَتَّقُونَ which means for those who have iman fasting has been prescribed for you as it has been prescribed for those who were before you perhaps you will gain tatwa and from this ayah it becomes clear that the fasting has been also prescribed to previous ummahs however when we say that the previous ummahs were also fasting they were also performing siyam you must remember that fasting in its literal meaning means مُطْلَة staying away or awaiting something in general as Allah subhanahu wa ta'ala commanded Sayyida Maryam he says you must say إِنِّي نَذَرْتُ الْرَحِمَيَا يَنِسِيَا whenever she sees a human being she must say I have made another to Allah to my Lord that I will never speak to a human being and it says إِنِّي نَذَرْتُ الْرَحِمَيَا يَنِسِيَا and it is also in a narrative from the hadith when the Prophet was speaking about the fasting of Sayyidina Darul he said كَانَ يَسُمْ يَوْمَا وَيَفْتُرُ يَوْمَا he used to fast one day and he used to break fast another day in other words he was fasting every second day which is the fasting of Sayyidina Darul which is different from our fasting and also in the ayah the expression is used Allah doesn't say سُمْ فَاسْتِ Allah says كُتِبَ عَلَيْكُ مُتْصَيَانِ the fasting is prescribed upon you and whenever this form this particular expression comes in the Quran it comes for the emphasis such as كُتِبَ عَلَيْكُ مُتْصَاسِ كُتِبَ عَلَيْكُ مُتْطَى كُتِبَ عَلَيْكُ مُتْطَى كُتِبَ عَلَيْكُ مُصْيَانِ the same expression Allah is using the same expression when he speaks about the importance of restore justice when an inner soul innocent soul has been murdered when Allah says كُتِبَ عَلَيْكُ مُتْصَاسِ and in the same expression Allah is using when he is telling us about the obligation of fasting he says كُتِبَ عَلَيْكُ مُصْيَانِ this alone is enough to understand the significance and importance of this obligation I say I say this and I say 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 the desire about the obligation of fasting answers the words جدًا أنت تقوى 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 تعقوى في عربية تقوى من تقوى تقوى هذه تقوى 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 في عربية تقوى الذين يذهبون للمساعدة في المساعدة فإننا خير الزالي تطوى ومن المساعدة ومن المساعدة للتطوى ولكن الشيء من المساعدة هي تطوى وهذا يعني أن كل ما نتعلم وكل ما نتعلم في هذه الدولة لنا فقط في هذه الدولة ولكن تطوى ما هي تطوى على هذه الدولة ولم درجة كانت تطوى انتظر إلى المساعدة ولكن تطوى ما هي تطوى التي تطوى أُعرف إلى المساعدة والزهراطة إصلاح وهذا يشمل فقط المساعدة والمساعدة والمساعدة والطاقة أَلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَفَحْفُونَ لَهُمْ بُشْرَاتِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِلْأَذْرَةِ For them, glad timings in this dunya and in the aftera. And for us, fasting, and in particular the fasting during the blessed month of Ramadan, it is the opportunity to get close to the state of the Al-Qadiyah of Allah. At least for some moments, for somebody in a state during the Iftar, for somebody during Suhur, for somebody during standing the prayer in Tariq, for somebody during Qadr, for somebody during the recitation of Qur'an, to feel the moment of the closeness of Allah that He has granted to His Awliya. And everything what we need for this is the Iman and Taqwa. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala to make us among the people of Iman. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to make us among the people of Taqwa. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to make us reach the month of Ramadan. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to make us reach the month of Ramadan in the state of Iman. We ask Allah to grant us Taqwa and allow us to taste the sweetness of Iman. بأس الله سبحانه وتعالى تميكاس المنكس أولياء الذين لا خوفوا لا خوفنا لهم ولا يثمنون اللهم بارك لنا في الشعبان وبدلنا رمضان اللهم بارك لنا في الشعبان وبدلنا رمضان إن اللهم لا إكتف يصلنا للنبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليهم والصليموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وآلاء سيدنا محمد كما صلق على سيدنا محمد وآلاء سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وآلاء سيدنا محمد كما بارك على سيدنا محمد في العالم المندك همود المجيد مرد الله من الخلفاء الرشيد من المختلين ساداتنا عبي بكر وعمر وخبان وعلي وانصار صحابته أجمعين خصوص على مصار منهم والمهاجرين وعن التعليم والتابي التعليم ومن طبيع بإحسان إلى يوم الدين اللهم اعطي قلاتهم للمسلمين لما يقضي والاتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وففق أعدامهم على صراط المستقيم واصدقهم يا رب العالمين اللهم باركنا شيخنا اللهم باركنا شيخنا اللهم باركنا شيخنا وعلى أهلنا وعلى جميعهم وراءهم وظرماء المسلمين اللهم باركنا مسلمين في آلهم أخينا وفقهم لما تحبهم على أردام يا أكرم أكرمي اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذوا للقفر والكافرين وانصور المجاهدين في سبيدك بجعب كلمتك هي لأوليا وكلمة الكفر هي السفلة ربنا ناتينا في الدنيا حسنا وفي آخرتي حسنا وقنا أبدا النار إن الله يأمر بالعرض والكسار وإن الله يأمر بالعرض والمسلمين وإن الله يأمر بالكاتب والكارم أكبر والله يعمل ما تسنو وقوموا إلى صلاتكم بأحمكم اشتركوا في القناة